أهلاً و سهلاً بحضراتكو ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة دلوقتي بقى بصوا كده القوام بتاع البودينج اهو زي ما حضراتكو شايفين هبدأ اصبوا هرفعوا بقى من على النار بسم الله وهبدأ اصب على حسب الاوالب او الكاسات او الكبيات زي ما حضراتكو تحبوا بسم الله تزينوه بقى زي ما انتم عايزين عايزين تحطولو بقى كريمة كده او كريم شانتي مثلاً مضروب او ويبن كريم اللي هي كريمة الحلويات ماشي كده عايزين تحطولو كريمة شوكولاتة تخلطو مع الكريم شانتي مع لقى من الككاو الخام برضو تدي لون حلو كده ماشي عايزين تحط لهم الشوكولاتة تقطعوها وتبقى اي نوع من الانواع الشوكولاتة الكريسبي اللي بيبقى جواهم كريسبي دي فول سوداني او او على الوش وتقطعوها لهم كده يا سلام فيه اللي هو البسكويت اللي شبه السجار ده بيبقى محشي جوا شوكولاتة تحطوها لهم يعني اتحسسوهم كده احساس جميل يفرحوا يدستو بيه طبعا احنا الكبار اكيد كمان هنبقى حابين وقوي لانه الحاجات المرتبة في الوقت ده هو الميزة بس انه بيساعد كده على التركيز وفي نفس الوقت حاجة حلوة ما فيهاش سكر كتير احنا حاطين فيها عصر ابيض يعني مع علقتين ثلاثة كبار بس على المعيار بتاعنا فيعني ايه نبقى متطمين طبعا الكمية دي تعمل ما شاء الله الاداء بصوا بقي قد ايه لو بنعمل كمانها كميات اقل او يعني فيه كبس اقل من الكسات دي بصوا يعملكوا كثير جدا ما شاء الله كمية لابقسة بيها من الثلاثة كبيات لبن احنا زودنا ثلاثة لبن لواحد مية عشان هباكوا تبقوا عارفين طيب انا حسيبها بس تهدى كده شوية وبعدين ابدأ زين زي ما قلت لحضراتكم باي حاجة موجودة عندكم طيب هنبدأ بقى في وصفة محببة قوي وصفة دي برضو جميلة يا سلامة احلى حاجة كنا نشمعها في البيت هي مخبوزات البيت او بسكوتات البيت او الكيكس اللي بنعملها في البيت انا النهاردة هعمل بسكويت محبب للناس كتير قوي بتحبوا وتقدروا تعملوا من غير الينسون اذا حضراتكم حابين تعملوا نفس الوصفة ولكن بدون اضافة الينسون طيب انا هعمل بسكويت الينسون طريقة خفيفة هش وجميل ورائع ان شاء الله يا رب ينقول اعجاب حضراتكم طيب نقول الاول المقادير بتاعتنا وبعدين نتكلم عنه احنا شغالي يلا بينا بسم الله عندي لمقادير البسكويت الينسون عندي اربع كبايات من الدقيق دقيق جميع الاستخدامات عندي اربع بيضات كباية من السكر معلقة صغيرة من الفانيليا معلقة صغيرة من الباكينج باودر كباية من الزيت هستخدم فيه الزيت النباتي عندي معلقتين كبار الينسون المطحون حضراتكم حابين وينسون حب ماشي ينسون مطحون بيدعم الطعم قوي للي بيحب نكت الينسون قوية انا الحقيقة يعني عملته كده بس انا هعمل ايه بقى هاخد كده شوية من الينسون المطحون هحطه هنا انا سخنت الطاسة قوي هرفعها بقى عشان انا مش عايزا يتحرق انا عايزا يطلع الزيت اللي فيه بسرعة واستفيد انا بس سخنتها وطالما سخنت الله على الريحة بصوا ريحة فورا تظهر ازاي اغمق سنة لانه طلع الزيت اللي فيه بصوا الجمال خلاص انا مش حطاها على النار الينسون ده غني بفيتامين زراهيبة اولا بحمد الفوليك قوي للمناعة فيتامين ايه و ايه اللي هو الف وهيه بيعزز عملية الحضم وبيعالج الامساك وعايز اقول لكم كمان المشروبات اللي لما بواحد ببقى صدر وتعبان بيطرد البلغم بيساعد في طرد البلغم ومهدق مهم قوي للحتة دي اللي هو جزء الجهاز التنفسي ده دايما يكتبنا الينسون وبعدين ساعات كان يتقلينا ايه اعملوا ينسون على شمر يعني دي برضو هنتكلم عنه هنعمل بيه وصفات تانية كثير بس عايز اقول لكم ده الينسون بصوا انا سخنت البان بس عايز اقول لكم الناس بقى اللي بتبقى ايه ساعات بيبقى عندها قارك كده كنا دايما نيجي ايه لجدتنا او كده نعمل لها يقيمة كوبية لبن يقيمة الينسون حاجة تهدي الاعصاب عشان تنام ففي ناس بتحبوا قوي متعودة علي بصوا بقى اغمق لون ازاي بصوا كده بصوا ماشي بصوا كده شايفين هنا شايفين شكل اللي ينسون ده فاتح ازاي بصوا الدرجاتين اللون ده افتح من ده لان ال 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 ده لسه ما تحمص هاجي بقى احط اللون ده بصوا غمق سنة طايد لا زيوتو الزيوت اللي فيه خلاص راحته بقى طحفة هتعزز بقى الدقيق لما نيجي نحط فيه تلاقوا كده الباسكوتة بتاكلوها ليها طعم وتاست حلوة قوي طيب أنا هبدأ هاخد البيض بسم الله الرحمن الرحيم وهاخد معا السكر بسم الله وهحط معاهم الزيت وهضرب كل دول الأول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض دي أول حاجة هعملها بسم الله بعض الأفران لما بتعمله أولا هو ما بقى زي زمان موجود طول الوقت بقى يمكن إيه بالطلب وما بقاش سعره غالي ما بقاش سعره الخيص بقى سعره غالي ما بقاش زي الأول حتى الفايش بتاع الأفران في منه نوعين تلاقوا فيه أفران محترمة كده بتعمل الفايش اللي باللبن لكن طبعا ما بيستخدموش فيه الخميرة اللي من السمسم أو الخميرة اللي من الخمص المقلة يستخدموا الخميرة الفورية إحنا بقى في البيت بنعمل خميرة الأصلية بتاعة الفايش طيب أه ب gebeقى مكلف وبيتعمل بالطلب وحضراتكوا تطلبوه عشان إيه إما بتدولوا بقى لو إنتوا عايزين المكونات اللي إنتوا عايزينها من عندكو نوع الزيت الحلو وا ولا وهو يدهم ينفزوا برضو في ناس بتعمل كده ساعة لما بتكون بتعمل كميات لبعض العرايس او يعني عايزة ايه عايزة تعمل كحكة وبسكويت العروسة في وقت بيكون غير اوقات السنة المتعرفة عليها ان ده بيتباع يعني بصوا بقى الخليطة عامل ازاي الله على البودنج الله تسلم ايدك والله يا أساس سمين بصوا الجمال البودنج جميل جدا جدا وطبعا زي ما قلت حالكم الكمية مناسبة نقدر نعمل منها كمية حلوة طيب انا عندي هنا بس باقي مكونات الجفة هحط عليها طبعا هنا الفانيليا خليني بقى حطها دلوقتي عندي هنا الباكينج فاودر الافران وده اللي انا عرفته من كتير من الافران بيضفلوا شوية كركم صغيرين انا حط نص معلقة كده عايزة يبقى مصفر لو مش عايزين ما تخطهوش بس انا عايزة اطلب من حضراتكو طلب الكركم مفيد قوي الكركم بجد من الحاجات المفيدة جدا جدا ياريت حضراتكو قد ما تقدروا دفوه دفوه في المشروبات دفوه في التدبيلات بتاعة الفراخ بتاعة الحوم دفوه في انواع الرز دفوه في حتى المشروبات الحقيقة هو مفيد جدا يعني اتمنى انه يعني الدنيا تبقى جميلة والناس اللي مش متعودة انها يعني تطعم بيقوي المناعة جدا وبيسكن القلم يعني هو مسكن حقيقي طبيعي احط زرة ملح بس لان انا لازم احط زرة ملح هقلب المكونات الجفة دي كده قدام حضراتكو مع بعض تقليبة حلوة وخلينا نضيف هنا بسم الله الرحمن الرحيم المكونات الجفة على خليط الزيت والسكر والبيض والفانية اللي ضربناهم في الاول مع بعض كلهم مع بعض حطينا التلاتة فوق بعض وضربناه واروح جايبة كده الينسون اللي احنا حمصناه بسم الله هحطه هنا خلينا نقلب كده كله سوا بسم الله القوالب بتاعة الانجليش كيك ممكن اعمل فيها ممكن اعمله على شكل رغيف رفيع ارفع اصغر على قبل حجم البسكوتة اقدر اعمله بصوا كده ثواني بصوا العيين اولا البسكوت ده بياخد مرحلتين خانيني بقى طلع ده من براها كده عشان ايه نستخدمها ماشي ليه مرحلة اولى زي شبه الفايش كده بس طبعا مع اختلاف المراحل الفايش بياخد مراحل اكتر تخمير اكتر طيب هاخد كده هنا هاجي كده كل ما لعاجينها تبقى زي ما انتم شايفينها كده مش مسكة نفسها زي العيش كل ما يطلع هاش طيب انا هنا عاملاء سفار وبسيط خليه ممكن ادعم السفار سنة زغننة من الكركب عشان انا حطيت ربع معلقة نقطة كده بس وحب ده اقلب كده الخليط ده بايزي كده بصوا هنزل بس لدي اللي في الجوانب ده في الجوانب اللي ايه الحلة ها شده وبعدين ليه خطوة اولى بحطو في اي قالب انا عاوزا يشد او يبقى ياخد شكل القالب ده عشان انا عايزا يعمل فريم وما يسويه نص تسوية يعني ايه ما يستوياش كله ومش هطلع لي مقرمش من اول مرة للناس اللي لسه اول مرة تعملوا هقسم كده نص العجينة لو انا مش عايزا يبقى عالي بقى وعايزا يتعمل زي ما انا هقدمه لحضراتكو شراحة رفاعة يبقى مش هتخن مش هتخن العجين هاخد كده عندي هنا ورق زبدة هقدمه ثانية واحدة دهناب شوية زيت وحفرت الخليط ده كده هنا لازم هي دي عشان يبقى هاش انا بحبه كده بيطلع معايا هاش جدا هعمل كده تقدروا بقى تشكلوا عايزين تتقلوا بس انا الخليط ده وتشكلوا انا طبعا همسح ايدي مسح الزيت عشان اقدر احطه على على وشه هنا كده هاعمل كده انا عايزة اما يطلع هعمله شراحة يعني هقطعه كده خلاص ادي واحد وهاعمل واحد تاني اهو كده عشان ابدأ اسويه في الفرن فرن 180 على الشبكة في النص حوالي من 20 ل 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن فرن ومروحة ما بشغلش شواية خالص يشد معايا ويطلع زي ايه زي الكيك اللي ايه مستوي بالشكل ده وبعدين اروح واخداء مقطعه بعد ما يبرد تماما ممكن تسيبوه ليلة يعني سيبوه براحته تاني يوم سقعوه لحاجة سيبوه يبرد تماما لان انت راح وقته تقطعوه شرايح الرفيعة دي وهي سخنة هيفرول فلازم اسيبو وبعدين يبرد تماما لان ابدأ بسكينة اقطع شرايح الرفيعة وعلى صاج نديف هحط الشرايح دي انا اشرفها من الناحيتين تحت الشواية فقط لا غير اول ما ياخد اللون الدهبي هطلع اقلبه عن ناحية التانية وهكذا يبقى بسكوت الينسون طبعا التحميص ده يرجع لحضراتكو فيه ناس بتحبه فتح شوية ناس بتحبه لون ومسفر يعني ممكن اضافة الكوركم دي اختيارية اهو ودلوقتي بقى اوري حضراتكو شكله بيبقى عامل ازاي اهو شوفوا لما بيبقى رؤية يعني مش عالي قوي بيبقى شرايح رفيعة ورؤية هنقدر نقطعه براحتنا اهو هنبدأ بقى نقطع بعرض كأنه زي الاولب كده بالراحة شرايح شرايح وبعدين احطها فيه الصاج يعني ياخد بقى لون الحلو الجميل حضراتكو شايفين اسمحون بقى ننقله هنا ونبدأ بقى نستعد ليه استراحة هنطلع فيها مع ضفتنا اللي هتكون منوراني ومشرفاني النهاردة وهي دكتورة دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرل وفيه اجابات لكل اسئلة حضراتكو اللي سألتونا عليها وموضوعنا هيكون اللي حضراتكو ان شاء الله اتكلمتو فيه وبعدتو اسئلتو اتمنى يا رب الفقه ترون اعجاب حضراتكو في انتظاركو اشتركوا في القناة